بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلى على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج يعني ماذا يعتبر من الغباء من عدم فهم الزواج بالشكل الصحيح لا أتكلم مع كل النساء ولكن الكثير مع الأسف من النساء يقعن في هذا الفخ ومع الأسف لا يعبر عنها إلا بأنها يعني قد تغابت وأصبحت مع الأسف يعني ساذجة لدرجة كبيرة غباء زوجي مع الأسف الشديد تقع فيه وأرجو المعذرة إذا تلفظ بهذا اللفظ لأنه بعد ذلك لا تستطيع أن تعيد ما فات وينتهي الأمر مع الأسف الشديد إما بأن الزوج يحب زوج يعني إمرأة أخرى ويتزوج منها أو ينتهي بالطلاق أو ينتهي بالطلاق البيتي أي بمعنى بأن الزوج لا يبالي بها أبدا وكأنها مطلقة ولكن تعيش معه ما وهذا الأمر الذي في قمة الغباء مع الأسف الشديد الذي تقوم به بعض الزوجات هو أنها تتصور وهذا التصور خاطئ جدا وتعتقد بأنها بمجرد قد تزوجت قد ملكت زوجها فتهمل نفسها وتنغمس في رعاية أولادها وتنغمس في المطبخ والطبخ والغسل ظن منها أنها بذلك قد أتمت كافة واجباتها الزوجية وتتصور مع الأسف لسذاجتها بأن الزوج يقدر ذلك ليس كل الأزواج يقدرون ذلك أيها الزوج العزيزة لا يقدرون هذا التعب الكبير في تربية الأولاد في تنظيف البيت في الطبخ في مسألة كذا أنت مقصرة أنت قد أهملت نفسك زوجتي وسخة زوجتي قذرة زوجتي لا تهتم بنظافتها زوجتي لا تملأ عيني ويبدأ يبحث عن أخرى يعني من التصور الخاطئ من الاعتقاد الخاطئ تتصورين بمجرد أنه قد تزوجتي منه فإنك قد ملكتيه وتتصورين بأنه يقدر كل التضحيات نحن لا نقول الكل ولكن في العام الأغلب لا يقدر الرجل تضحية زوجته ويعني تتصورين أنك مهما فعلت فلن يفلت من قبضتك هذا العصفور بل تظنين ظنا خاطئا أن اهتمام زوجك بك هو أمر مفروغ منه لماذا؟ لأنك تهتمين بكل تفاصيل حياته مما يجعلك تتصرفين بلا مبالات فيما يتعلق بجلب اهتمام الزوج الذي سرعان ما يمل وقد ينزلق إلى طريق آخر ملقيا باللوم عليك أمام الجميع لماذا أنت يعني لماذا هو بدأ يميل امرأة أخرى؟ ماذا يقول؟ زوجتي زوجتي لا تهتم بنفسها ولذلك أنا أحببت امرأة أخرى لماذا تريد أن تتزوج من امرأة أخرى؟ زوجتي هي التي لا تهتم بي لماذا تفعل كذا وكذا من الأخطاء؟ لماذا تقوم بإهانة زوجتك؟ لماذا لا تحترمها؟ لماذا لا تقدرها إلى غير ذلك؟ زوجتي هي السبب فتا فيقع اللوم كله عليك فرجاء رجاء لا تتنازلي عن الواجب وتتمسك بالمستحب من الواجب عليك بأن تتزيني للرجل وهذا هو الواجب يعني الواجب على المرأة أن تمكن نفسها لزوجها وكذلك أن تتزين له أما مسألة الطبخ والمسح والتنظيف ورعاية الأولاد وتدريس الأولاد هذا كل مستحب ليس بواجب عليك فلا تترك الواجب وتهتمين بالمستحب وتقعين في هذا الفخ قدر الإمكان حتى ولو طلب منك حتى لو هو قد طلب منك بأنه لا اتركي كل شيء ودرس العيال اتركي كل شيء ونظفي البيت اتركي كل شيء وطبخي إلى غير ذلك يعني اتركي مسألة اهتمامك بنفسك وأني فقط أريد بهذه الصورة ليس كل الرجال يصدقون فيما يقولون يصدقون فيما يقولون بل هو يبيت الأمر إلى اليوم الذي يحب أخرى ويطلقك أو يجعلك أمام الأمر الواقع ويتزوج من أخرى فرجاء رجاء اتركي هذا المعتقد الخاطئ والذي الزوج يتكلم به أمام الآخرين بهذه الصورة يعني التي تضيع كل ما تعبتيه في سنواء أو لسنوات عديدة برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام ترجمة نانسي قنقر